مين بقى المحترفين اللي ضموهم الكابتن حسام حسن لمعسكر شهر مارس إن شاء الله هم نكلم في محمد صلاح طبعاً أحمد حجازي محمود حسن تريسجيه حمدي فتحي ومستوى محمد وعمر مرموش ومحمد شريف عندي ملحوظة عندي ملحوظة كده كده المحترفين دول جاهزة فاني منتخب مصر بعد يطلبهم من أنديتهم من بدري تمام؟ كنا قلنا لكم الخبر ده بأنه أسبوع تقريباً فكرة أنك تعلن القائمة بتاعت المحترفين بسرعة بعد قصة بتاعت محمد صلاح دي فخلى الناس تقول إيه ده الكابتن حسام حسن عايز يعند وياخد محمد صلاح رغم العمله ليفربول وبقى مفيش الكلام ده كده 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 كابتن حسام حسن واخد قراره ده ويعني ونياسف يعني يعند إيه؟ وكده كده محمد صلاح هيتاخد هيتاخد يا محمد صلاح مثلا هل الجهاز الفاني المنتخب مصر يقعد كده يقول إيه؟ يا ترى صلاح ماشي كويس ولا وحش؟ يا ترى في حد أحسن منه في الدولة المصر يا لأ؟ يعني طبيعية محمد صلاح هيبقى في المنتخب طبيعية يعني طب مش محتاجة برضو تجويدة هي بس الفكرة في التوقيت يعني ممكن تجازي ينزل بعضها على طب ممكن ينزل بكرة عادي ممكن ينزل بعد ما يتأكد بس من ليفربول وإصابة اللعب وتفاصيل كتير يعني بص أنا بالنسبالي عشان أخلص لك بس القصة دي بالنسبالي أهم حاجة إن شاء الله محمد صلاح يبقى كويس اشتركوا في القناة